بالأمس كانت فيه مباراة مهمة جداً للنادي الأهلي في الدور العام سباق المنافسة على الصدارة سباق قوي جداً ما بين الأهلي والبيراميد ولكن في غمرة الأحداث والمنافسات وسخونة مباراة الكورة مع الأجواء الحرة اللي احنا بنعيشها في القاهرة خلال الأيام الأخيرة ومستمرة معنا بالتأكيد لغاية نهاية فصل الصيف بصراحة عايز أشكر وشيد بجمهور النادي الأهلي العظيم اللي كان موجود مباراة في أستاذ القاهرة رغم للعدد ما كانش كبير لكن عايز أشكر كل الناس اللي حضرت مباراة لأنه رفعوا لفتة كانت مهمة جداً وهي بالتأكيد رساء بالنسبة لأحمد رفعت وفي توضيع أحمد رفعت يمكن جمهور النادي الأهلي اللفتة اللي قدامنا على الشاشة هي في أستاذ القاهرة كتبت عط من الموت لتودعنا لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا طبعاً الناس كلها حزينة وزعلانة على اللي حصل مع أحمد رفعت والفترة اللي عاشها أحمد رفعت ما بين سقوطه في المباراة الأولى في شهر مارس ثم سقوطه في منزله بعد الحادث الأول بحوالي ثلاث شهور وخلال الفترة دي كان رفعت تتكلم وقال كلام مهم جداً كل الناس في الشارع مش في الشارع الرياضي بس الكل كان متأثر وأحمد رفعت رغم أنه على فكرة يعني لعب فترات بسيطة في قطاع ناشهين في النادي الأهلي على حسب ما تذكر يعني وانضم للزمالك ولعب في إمبي وراحل مصري وراح مودرن فيوتشر وكان عنده تجربة قسارة جداً في الإمارات وحتى على المستوى الدولي ما لعبش في منتخب مصر إلا بطولة أو فترات بسيطة حتى سواء مع بوب راتلي قبل كده أو حتى مع كارلوس كيروش في 2022 في قطر في كاس العرب ولكن الموقف اللي اتعرض له أحمد رفعت ووفاته أثر يعني في كل الناس وشفنا جمهور الزمالك وبالأمس كمان جمهور الأهلي في بعض الأحيان ممكن المواقف الصعبة اللي زي دي بتخلي الناس تقف في لحظة معينة وتقول هو إيه الهدف من إحنا نقاط دايماً بنعمل تريند تريند سلبي إيه الهدف اللي إحنا دايماً بنقاط نتكلم في أمور بتاخد الملعب والساحة الرياضية اللي بيبقى فيه التعصب وحاجاتها صعبة جداً الفكرة بحد ذاتها يا جماعة إن الرياضة والكورة الصورة اللي إحنا شفناها من جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك ده الهدف منها إن المنافسة تفضل جوه الملعب لكن بره الملعب اللعيبة صحاب المسؤولين علاقتهم ببعض جيدة جداً في نفس الوقت الجماهير بتبقى المنافسة جوه الملعب بره الملعب البيت الواحد ممكن تلاقي فيه الأهلاوي والزمالكاوي والإسماعلاوي والاتحداوي لف محافظات مصر هتلاقي فيه تنوع في كل البيوت وبين كل الأسر فموقف جمهور الآلي بالأمس بنشيد بهذه اللفتة اللي بالتأكيد الجمهور بيخلت فيها الزكرة بشأن وفاة أحمد رفعت البقاء والدوم لله بنعز بالتأكيد أسرته ربنا يصبر الأسرة يا رب ربنا يصبر والدتك وربنا يصبر أشقائك مرحلة صعبة وفترة صعبة والوسط الرياضي كله بلا استثناء متأثر جدا بهذا الموضوع وبإذن الله إن شاء الله ننتظر نتائج التحقيق من وزارة الشباب والرياضة وللنهارده المتحدث الرسمي قال خلال أسبوع هيكون فيه بإذن الله قرار من لجنة التحقيق اللي تم تشكيلها بشأن هذا الموضوع والكشف عن الحقائق الناس كلها مستنية الكشف عن الحقائق إيه الموضوع؟ إيه تفاصيله؟ من المتسبب؟ أحمد رفعت آه توفى بأزمة قلبية ولكن طبعا حديثه وظهوره في الإعلام وكلامه على إن الفترات اللي فاتت تعرض فيها لضغوط نفسها وصعبة جدا وارد جدا تكون دي من ضمن الأسباب سواء أخطاء إدارية أخطاء إجرائية الحاجات دي كلها أكيد لازم نعرف من المتسبب فيها عشان فيما بعد المنظومة دي تشتغل صح وأنا الأسبوع اللي فاتت كلمت وقلت الكلام ده المنظومة دي فيها أخطاء كتير في ناس على مقاعد وكرسي المسئولية غلطت كتير سواء في مسابقات في إدارية الاتحاد في إدارية المنتخبات في شؤون اللاعبين حاجة كتيرة جدا في المنتخبات لكن ما بنشوفش أكشن وقرار لعله وعسى الموقف اللي تم ووفاة أحمد رفعت يكون بارقة أمل لعله وعسى إن اللي جاي ممكن يكون أفضل بإذن الله شكرا لجماهير النادي الأهلي شكرا لكل جماهير مصر اللي بالتأكيد فيه تكاتف كبير جدا من بعد وفاة أحمد رفعت عشان معدن الناس ومعدن الشعب المصري معدن طيب جدا وفي المواقف الصعبة وفي الشدائد بتلاقي الناس كلها ملتفة حول بعضها فدايما يا رب بنفضل كده فاكرين أحمد رفعت بالخير فاكرين علاء علي لاعب نادي الزمالك بالخير فاكرين محمد عبد الوهاب بالخير فاكرين كل لاعب توفى داخل الملعب أو خارج الملعب بالخير وكمان الأستاذ العمري فاروق بنفتكره بالخير دايما يا رب وربنا يرحمهم جميعا وبإذن الله يكونوا في الجنة في الفترة اللي جاية طيب